السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد في فيديو ده ان شاء الله هنتعرف على حاجة قوية جدا وهي ان احنا ازاي نعمل ازالة للفيروسات والبرمجيات الخبيثة الموضة عندنا على الجهاز او اللابتوب تمام? بدون اي برامج خارجية. هي يعني ايه برامج خارجية? يعني مسلا بدون ما تنزل او بدون ما تنزل اي برنامج على الكمبيوتر. فبالطريقة دي هنقدر نشيل اي فيروس موجود على الكمبيوتر بتاعنا من خلال الاداة دي بتكون موجودة داخل الويندوز ولكن بتكون مخفية ما بتكونش زارة. على عكس مسلا برنامج اللي هو بيكون مدمج مع ويندوز عشرة اللي هو مايكروسوفت آآ تمام? اللي هو البرنامج ده. دلوقتي الاداة دي زي ما قلنا ان هي اداء مخفية مش ظهرة بشكل عام. طيب دلوقتي علشان نقدر نفعل الاداة دي ونعمل على من الموجودة عندنا على الكمبيوتر. اول حاجة بنعملها بنفتح قايمة بالشكل ده. تمام? بنفتح قايمة وهنكتب فيها الكلمة دي. هنكتب ام ار تي. هنكتب التلات حروف دول فقط لغير ام ار تي. بعد كده بنضغط على اوكي. طبعا هتفتح معنا الاداة. بنضغط على ايس. بقى بنضغط على ايس بنلاقي الاداة فتحت معنا بالشكل ده. فبنضغط على النيكست. بمجرد بنضغط على النيكست هنا بيقول لنا هتعمل كويك سكان ولا فول سكان ولا هنحدد فولدر معين نعمل عليه سكان. اول اداء اول حاجة هنا اول اختيار اللي هو هيعمل سكان سريع على كل الهارد ديسك. وتاني حاجة هنا هيعمل فولد سكان على كل الهارد ديسك برضو ولكن هيعمل على الملفات كلها ملف ملف مش هيسيد اي حاجة خالص. وتالف حاجة هنا بيقول لنا حاجة فولدر اللي انت شاكك ان هو في فيروسات وهتعمل عليه سكان. طبعا انا علشان الوقت بس هنحدد فولدر معين يعني مسلا ممكن هدخل على ديسك توب وهختار الفولدر ده وهعمل له سليكت فولدر علشان ما نطولش جدا في الشرح. فهناعمل سكان على فولدر معين بنضغط على ومجرد ما بنضغط على زي ما احنا شايفين ولا بتحتاج لتعمل لها ولا اي حاجة. كده هو بيعمل سكان خلاص على آآ الفولدر اللي انا حددته له ولكن في يعني لقطة سريعة كده على ملفات الويندوز الاساسية اللي هي ست متين وتلاتين والملفات الاساسية في الويندوز عدشان يشوف هل فيها ملفات ضربة ولا ما فيها اش. فدي برضو حاجة او ميزة كويسة جدا في الموضوع ان هو بيعمل لنا سكان على الملفات الاساسية في الويندوز علشان يتأكد لنا انها مش مضروبة اصلا قبل ما يعمل لنا اسكان على الفاير اللي انا حددته. تمام? بمجرد ما هيخلص هوريك النتيجة بتاعة ان هو خلص دلوقتي. تمام? وهرجع لكم مرة تانية بعد ما يخلص. وهنا خلص وما طولش طبعا. فهنا بيجيب لي ان هو بتاعة الاسكان. بيجيب لنا التفاصيل بتاعة الاسكان يعني مسلا هنا هو جايب لي ان هو ما فيش خلص موجودة على الويندوز او ما فيش اي ملف تالف في الويندوز نفسه. تمام? اه اه او اقصر في الملف اللي انا حددته. تمام? هنا اللي هي التفاصيل بتاعة الاسكان لو ضغطت عليها كده هيجيب لي كل تفاصيل اللي هو عملها لو في ملف ضارب او في ملف في اي مشكلة هيجيب لك هنا التفاصيل بتاعته. وطبعا الاداة دي مجانية تماما. وزي ما احنا شفنا سهولة الاستخدام بداع للاداة. وبكده هنكون تهينا من فيديو النهاردة واشوفكم بخير ان شاء الله الحالة الجاية. واخيرا سلام. اشتركوا في القناة